عربية انتهكت خصوصية الوالد الأستاذ حسن مشامع وأنها بثت أخبار كاذبة وبالتالي هناك انتصار ضد قناة العربية وضد إعلامها المضلل يأتي تنظيمي شؤون البث التلفزيوني والراديو في المملكة المتحدة المعروفة بأوفكوم أصدرت قرارا منعت بمجيبه قناة العربية المملكة للسعودية من البث التلفزيوني في المملكة المتحدة وأوروبا بعد سحب رخصتها الهيئة لم توضح على وجه التحديد الأسباب التي تقف وراء صدور مثل هذا القرار لكنها أوضحت أن مثل هذه القرارات تصدر لعدة أسباب من بينها عدم دفع رسوم الترخيص السنوية كما يمكن لشركة أوفكوم إلغاء الترخيص في حال خرق الجهة المرخص لها لقواعد البث التي تضعها أوفكوم لكن اللابت أن قرار أوفكوم صدر بعد مرور أسبوع على إصدارها حكما إثر شكوى تقدم بها الحقوق البحران حسين عبدالله ضد القناة بالنيابة عن الرمز البحراني المعتقل حسن مشيمع الذي عرضته العربية بشكل غير منصف في مادة إعلامية بثتها في عام 2016 وفشلت في إعطائه فرصة للرد على مزاعم بالبث غير المشروع ولم تعرض العربية حقيقة أن مشيمع أكد براءته ولا أن تعذيبه تم توثيقه بشكل جيد بحسب الهيئة وقد فرضت الهيئة على العربية إثر ذلك غرامة قدرها 120 ألف جنيه استرليني مع إلزامها بتلاوة بيان اعتذار في الوقت الذي تحدده هيئة أوفكوم وهو الأمر الذي لم تنفذه العربية قرار أوفكوم الذي صدر مؤخرا بتغريم قناة العربية مبلغ قدره 120 ألف جنيه استرليني ولذا فيرجح مراقبون أن قرار منع العربية من البث في بريطانيا وأوروبا يأتي على خلفية هذا الخرق الفاضح لقواعد الهيئة ولعدم تنفيذ العربية لحكم أوفكوم في هذا الشأن شير كيف العربية استطاعت الحصول على هذه الملفات السرية المعرضة في الفيلم؟